سباح الخير وصلنا مع بعض لفقرة وموضوع الأمومة والطفولة اليوم موضوع أتوقع رح يهم كتير ناس لأنه دائماً رولا تتواصل مع شو في أسئلة أو اللي يمكن الأكثر استفساراً وعلى الهوى رح ينزعوها سباح الخير رولا قطعني أبو جراباً سباح الخير أهلاً أهلاً سهلاً فيكي شايفة أكل بس قبل ما نحكي ممكن عن الأكل لنحكي أنه اليوم في أسئلة تقريباً أهلاً لدينا ست أسئلة صح؟ إذا منلحقهم إذا منلحقهم نبدأ بالأسئلة أو بالأكل؟ نبدأ بالأسئلة لأن الأكل هو جواب على سؤالي ممتاز هلا أول سؤال أنه من ست ابنها صار عمره سنة وشهرين لسه ما طلع غير أربع أسنان هل هذا يعتبر متأخر أو طبيعي أو إذا فيه داعي تأخذه على الدكتور؟ هلا عادة الأسنان بيختلفوا من بيبي لبيبي في معي صورة هلا أمنحطها بتفرج كيف الأسنان بطلعوا أول سنين اللي بيطلعوا للبيبي سنة واللي من تحت أول سنين من تحت بعدين بلحقهم تاني سنين اللي بيطلعوا من فوق أول سنين اللي بيطلعوا من تحت تقريباً بيطلعوا من عمر ست أشهر لا تسعة أشهر وبعدين برجعوا بطلعوا الأسنان الفؤانية زي ما احنا شايفين بالصورة الفؤانية كمان بطلعوا من 8 أشهر ل 12 شهر يعني على السنة تقريبا بعدين بلحقوهم السنين اللي عجنة بالفؤانيات اللي لونهم بالأصفر هون بالصورة اللي من فوق هدول بلحقوهم على 9 شهر تقريبا لسنة سنة وشهر بعدين برجعوا على السنان التحت اللي كمان لونهم بالأصفر هدول بطلعوا بعد 10 شهر لتقريبا سنة و3 شهر بعدين بلحقهم أو يعني بيتزامنوا معهم أو بنفس الوقت بيكونوا عم بطلعوا السنان اللي من تحت اللي هون شوي بيجوا للخلف اللي هون بالصورة باللون الأخضر هدول كمان بطلعوا بعد السنان الصفر اللي باللون الأصفر وبعدين بلحقوهم اللي فوق هلأ في كتير سنان بطلعوا مع بعض فبصير يوجع وبعدين برجعوا بلحقوهم اللي ورا التواحين بس هو الموضوع يعني هذا بنطبق على الكل ولا نسبي هو نسبي بنطبق على الكل تقريبا يعني بنطبق على الكل هلأ بيع بحالتنا احنا بالعمره سنة وشهرين وليسه ما طلع له إلا أربع سنان فهو طبيعي إذا على هاي الصورة اللي عم نشوفها فعالأغلب طلع له السنين اللي تحت والسنين اللي فوق فهذا طبيعي بيكون ما في داعي تخطو عنده كتور بس الاشي اللي بتساعد انه يطلعوا لسنان هو الفيتامين دي يعني ياخدوا ايش مكملات؟ ممكن ياخدوا مكملات موجود بالصيدليات وكمان باستشارة الدكتور باخدوا مكملات مع الأكل نقط هيك بيكونوا هدولا بيأول كلس بالجسم وبيخلوا لسنان تطلعوا بزيء يعني كمان الطفل بصير يمشي ويحبي بطريقة أحسن تمام إذا مش مكمل غذائي على شو تركز ممكن بالأكل؟ عادة مش كتير بتأثروا لسنان بالأكل يعني بدي يكون مباشرة من المكملات الغذائية أحسن إذا بدها يطلع الاسنان بالضبط وهو أكتر إنه جينات مثلا إذا أخوانه الأكبر منه تأخروا لطلعوا لسنان في احتمال هو كمان هيك إذا أخوانه اللي أكبر أو ناس بالعائلة عم بيطلعوا مثلا على أربعة شهر أو تلتة شهر في احتمال هو يكون تمام في رولا سؤال بحسته كتير بيغلب الستات هو موضوع الأكل يعني بعد عمضي الستة شهر بيصير بدك الدخلي الأكل السلب لا طعامهم صح ما بتعرفي كيف تنوعي كيف تنظمي الوجبات فرثي هون سات برضو سألتك عن الموضوع انه أم تقدر تعطي الأكل الجاهز لطفلها عمر ستة شهر اللي عم تسألنا طفلها عمره ستة شهر فعال ستة شهر بنبدا ندخل للأكل الصلب قبل ستة شهر ممنوع يدخل أي أكل صلب إلا الرز المطحون والرز المطحون اللي مش مضاف إليه سكر بس رز مطحون على الحل بيكون مدعم بالحديد بس مش مضاف إليه أي سكرية هلا لعمر ستة شهر بدنا نبدأ ندخل تلات واجبات بأكله الواجبات تبعت الأكل الصلب فطول غدا وعشاء فطول غدا وعشاء يعني عنده صار واجبات رئيسية بهذا العمر حلا أنا هون منظمت لكم الأكل والحليب ليوم كامل لطفل عمره 6 شهر عم نحكي من 6 شهر إلى 9 شهر وكما من 9 شهر لسنة أول إشيء أول ما يفي الطفل يحتاج لوجبة الحليب ووجبة الحليب إذا عم نحكي عن 6 شهر بدها تكون 125 أمقل زي ما عم نشوف هون هاي الوجبة من 120 إلى 150 أمقل لطفل عمره 6 شهر يحتاجها أول ما يفي من نوم بعد ساعة تقريبا أو بعد 3-4 ساعة بحتاج لوجبة الفطور واللي أنا بفضل تكون فواكه لأن الفواكه بتفتح الشهية لباقي اليوم فيها سكر فإذا بدها تمغس لأن السكر بمغس الأطفال إذا بدها تمغس بتكون مع الحركة بتروح المغس بلاش نعطي الفواكه بالليل خلي الفواكه الصبح مع الفواكه ممكن نزيد رز مطحون أو شوفان مثلا أو نخلطها مع حليب وأي إشي يعني ممكن يخملها عشان تصير شوي صلبة تمام هلأ أنت حكيتي الحليب بالفطور بعد صح؟ الحليب هيك بشربه بالأنينة بعد الوجبة أول ما يفي أول ما يفي أول ما يفي كيف إحنا مشرب أحوة أول ما يفي فنفس الأشي الحليب للأطفال هيك بها يروقهم فإذا أول أشي الحليب إذا جاعوا مثلا بيتطروا على الأكل صلب الحليب بكل الأحوال بيتقبلوه مثلا بيصير الفطور بعدين الحليب يتحلى على الحليب لا يوجد الحليب أول ما يفي من النوم هذا بيهديه وخلص بيخلي السيستم يكون جاهز للأكل الصلب حسنا بعد الأكل الصلب مفروض يعني إذا بدنا نفطره على ساعة 8 لطفل عمره 6 وشهر على ساعة 9 لازم يأخذ أول نوم لإله من التسعة للعشرة أو للعشرة ونوص هاي القيلولة القيلولة الأولى اللي تبعتها الصباح بعدين بس يفي منها بحتاج أنه يأخذ وجبة غدا على الساعة 12 الظهر واجبة الغداء واجبة الغداء لطفل عمره 6 وشهر بدأ تكون خدار فالخدار اللي نقدر نبلش ندخلها هي جزر كوسة ممكن ممكن ندخل بندورة كمان للأطفال كثير مفيدة ممكن ندخل بطاطا بطاطا الحلوة أو البطاطا العادية وكمان للناس أو الإميات اللي بسألوا إذا بصير ندخل بصل أو تومة نقدر نبدأ ندخلهم بكميات قليلة عشان طفل يتعود عليهم ومهروس يمكن ومهروس بس بكميات قليلة كمان لازم نبدأ ندخل البقوليات عشان هي اللي فيها بروتين أوكي عدس عدس فصولية فصولية اللبن كمان يعتبر إنه من الأشياء اللي ممكن تبدأ تتدخل على الست أشهر بحس اللبن محبوه بيتقبلوه يعني دائما أن الرز مع اللبن هو خيار ميح للأ discover فاللبن العادي اللي احنا من أوكله بنقدر نعطيه للأطفال ست أشهر فوق أو اللبن المحلاء أو اللبنة كل هاي الاشياء الابهارات الابهارات بنقدر شوي نبدأ ندخلها شوي شوي بأكلهم من ست أشهر عادي انا ما لابهارات لأنه الأطفال بيحبوا الأكل أكتر هلعلا بتattanيت من أكل البيت وت Lean فهي الأكل هذا اللي ما فيه بهراته رح يحب أكل بيت أكتر وما بتضر بالآخر هي بهراته لازم يبدأ يتعود على أكله بتحسيه مل من أكل الأطفال صح زي ما أنتو بتاكله مبهر وفيه طعام بدي أكل بالضبط والقرفة كتير مفيدة مثلاً لأطفال إذا بدنا نبهر بقرفة تمام هذا الغداء بعد الغداء اللي هي على الساعة 12 بدي أخد وجبة حليب اللي هي هاي خلاص رحة هاي أول النوم تمام فعنده وجبة حليب والكميات اللي بيحتاجها للغداء والفتور عشان أنا حاطة معالق هي معلقتين أكبار من معلقنا بالنسبة للغداء وبالنسبة للفتور أوكي هذا هو الكمية اللي بيحتاجها الطفل لعمر ستة شهر بعدين بوخد الحليب ومفروض إنو ينام من الساعة 12 ونص لتنتين ونص أوكي طفل عمره ستة شهر لقدام شوي لما يكبر النوم الأولى اللي قلناها على التسعة بتخف بتنقلت بعد ستة شهر من الشرط ينام الصباح صح؟ بصير ينامها نص ساعة بعدين خلص بلغيها بالزبط بس النوم هاي الأساسية من 12 ونص لتنتين ونص بدنا إياها تضلها ساعتين ساعتين هاي لازم تكون أوكي إذا نام أكتر نصحي نفقس له نومتو أه أحسن يعني للثلاثة بنعطيه للثلاثة بس خلص بعد الثلاثة لازم نحي هلا بالفترة اللي بيين الساعة أربعة والسبعة هاي كل إمايات بنجنو فيها لأنه طفل بيكون نعسان وبدو ينام ومش مفروض نيمي بهاي الفترة لأنه بتفقس نومتو تبعت الليل بدو يلعب بدو يعني مش عارفين شو نعمل وإذا كنا بالبيت كمان بيكون ضايج فعشان هيك بدنا نتليه بالأكل فأول إشي عنا وجبة حليب لازم تكون من الساعة أربعة للساعة سبعة بس هون وجبة الحليب ما بدنا مثلا نعطيه النينة هيك يخدها مرة واحدة لأنه رح تنعسوا وينام فعشان هيك واجبة الحليب ما نقسمها هي مية وعشرين أمأل عم بحكي عن طفل عمره ستة أشهر بدنا نقسمها مثلا ستين أمأل نعطيه بعدين خلاص منتركه يلعب شوي بعد نص ساعة منرجع منعطيه كمان ستين أمأل بعد نص ساعة منرجع منعطيه إشي يتسلى فيه زي مثلا هيك إشياء لطفل عمره ستة أشهر هذا بس كوت خصوصي للأطفال بدوب وفي منه خصوصي للأطفال يعني ما نروح نشتري الكورن فلكس العادي شوي قاسي بيكون في إشياء خصوصي للأطفال بيكون بدوب أو مثلا زبيب الزبيب من الأشياء اللي كتير بيحبوها الأطفال بتشبه طعم القميز يعني عشان بدنا نقسمها صغيرة حشان بيعلقوا ولا عادي نا شوفي هاي ما أصغرها فبدنا نقسمها صغيرة والزبيب من الأشياء كمان اللي بيتمشي المعدة وطعمها شوي حلوفة عادة الأطفال بيحبوها تتقبلوها وموفيدة بالضبط تمر كمان ممكن يكون إذا بدنا نقسمه صغير ونعطيهم من الإشياء كمان اللي ممكن تمرق هاي الفترة كل نو السيعة نعطيه في هادا زي لبن مجفف بيكون خصوصي للأطفال هذا جديد هذا جديد على آآ آآ دقيق إذا بدك بيكون على طعمات لبن مجفف لأنه اللبن عم بيساعد كتير بالهضم بيقلل من الغازات خبيتهم منكه فواكه منكه فواكه هذا كمان من إشياء الأطفال اللي منقدر نعطيهم ياها المسا كمان منقدر مثلا نعطيه هذا موجود بتوافر موجود منقدر مثلا نعطي هاي الجبنة هيك إحنا نقسمها بأصبعنا ونعطي نلقمه كمان هاي مثلا هيك بعد نوص سيعة بتمرق له شوية وقت إذا بلش إنه عم بوكل خبز ساري البسكوت تبع الأطفال بمسك البسكوتة وبصير يموس عليها هذا بعد ستشهر كمان بتمرق له بعد ستشهر فهاي من الأطفال اللي منقدر نعطيها المسا بين الساعة أربعة والسبعة عشان كل نفس ساعة نكون عم منسلي باشي هيك ما بنكد كتير صح ما بنعس وبيصير بالدينام وفي اشي بتسلى وفيه أنوع من الأكل بتساعد إنه بتعمل تطور عنده المهارات كيف يمسك كيف يوكل يسيطر على الأشياء يسيطر على الأشياء خصوصي بالأصابع كل الأطفال بحبوا يوكلوا بالأصابع بحبوا أطفال خبصوا وهاي من الأشياء كمان اللي بتمرق هلا مسموح هاي النتوشي بعد قديم من الغداء أو الحليب يعني الغداء أخذنا على ساعة 12 أخذنا بعده حليب بعدين هو نام لساعة ثلاثة ونص أو سوري تنتين ونص على الثلاثة بدوا يأخذ واجبة الحليب هاي واجبة الحليب تابعة الثلاثة ما يأخذها مرة واحدة لأنه ممكن ينعس بعدها فنقسمها تمام بستين ستين ستين رولا ما ضل كثير وقت أتوقع أن هاي الأسئلة برضو للحلقة الجاي من خليها بس خليني آآ آآ عن العشا العشا يفضل يكون كاربوهايدريت أو اللي هي النشويات النشويات تقعد بالمعدة فترة أطول بتريح الأطفال بتخليهم يكونوا سعيدين خلينا نقول وهنو نيمين وكتير بتحل مشكلة العشا إنه إجلنا نعطي على العشا ممكن يكون رز ممكن يكون مع كارونا مسلوقة بدون أي سوس بكلوها الأطفال هيك وممكن يكون خبز خبزة مع جبنة خبزة مع مرتديلة مثلا المرتديلات بس يفضل ما يكون فيهم إضافات كتير مرتديلة الجاج والتركي كتير بتساعد الأطفال إنه يناموا بالليل فترة أطول ممكن روز مطحون بس ما يكون مضاف لإله سكر فروز مطحون بس مدعم بالحديد ما يكون مضاف لإله سكر وبعدين بدو يخد وجبة الحليب هلأ هاي الوجبة عشانه أكل كتير قبلها ما رح يخدها كبيرة رح تكون بس معلقة واحدة كبيرة بس؟ بس لأنه كتير أكل إشياء طب سؤال هلأ هذا بيكون مهروس؟ هلأ هون مهروس للأطفال ست أشهر مهروس طبعا مهروس بالبلندر يعني كمان بالسؤال سألتني على الأكل الجاهز إذا بتقدر تعطيه بتقدر تعطي أكل جاهز بس تشوف الأكل الجاهز إذا هو أورغانيك مش مضيوف عليه إضافات هل رح هذول المعلبات؟ لا أنا ما بحبهم المعلبات هذول أزاز فيه إشياء جديدة عم تطلع بالسوء اللي هي أورغانيك للأطفال مش مضاف عليها إضافات وكلها ميكسة زاكية كتير لأطفال أغلب من المعلبات اللي تعودنا عليها؟ مش كتير أغلب مش كتير أغلب طب ليه ما بتنسحي فيهم؟ يعني إحنا نشوفهم بكثرة المعلبات كتير مضيوف لإلها مواد حافظات مواد حافظة وبتكون قاعدة على الرف يعني أشهر يعني يام نهرس له بصراحة يام نهرس له ومنحط بي تبرورات للولاد يام بدنا نجيب اللي حكيت عنه اللي هو عضوي بيكون أورغانيك ممكن ممكن يعني حلو طبيت المعلومات طب السؤالي الأخير يعني في أطفال الأمهات خصوصا أنه شوي بيكونوا إذا أول طفل بيخافوا بتشردة يعني بيوصل عمره مرات سنة سنة ونص ولساته عم تهرس له ولساته عم بتحط له يعني إشي مهروس أو بالخفاء فشو الحل بهك؟ في أطفال خلص عندهم مطرقة البلع عندهم ما بتكون لسه متطورة فبنا نصور عليهم شوي شوي لعبين ما يسيروا منعه وأنا بشجع كل أم تأخذ دورة الإصحافات الأولية تبعت الشردقة تبعت الأطفال عملناها برضو على الهواء عملناها على الهواء كتير بالضبط فبتقدروا تشوفوها شكراً كتير إليك بدي أعمل هيك بس أن نحمسهم الأسواجات كتير أسئلة مثلاً في سؤال عن المكملات الغذائية أمتى نشتريهم أو إذا كل الأطفال بيحتاجوا المكملات الغذائية الأسواجات سيكون الجواب معرولاتك ألف عافي شكراً أهلاً